اشتركوا في القناة الإسلام جاء لإرشاد الناس لما فيه الخير وترك كل ما فيه شر يعود على الناس بالضرر ومن أعظم أبواب الخير التي دل الإسلام الناس عليها حسط الخلق ومن أعظم أبواب الشر الضارة بالإنسان التي نهى عنها الإسلام سوء الأخلاق التي تفتح أبوابا من الشر يعود ضررها على الإنسان والمجتمع بأسره وضع حلقتنا لهذه الليلة في قضايا وآراء هو حسط الخلق نرحب أولا بضيف البرنامج الدائم الدكتور علي سباعي الكاتب والباحث الأكاديمي مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا بك يا دكتور فوزي بارك دكتور سؤال قد يرد من بعض المشاهدين يقولون لماذا الحديث عن حسط الخلق بل البعض قد يقول بأن البلاد الآن في حرب وفي جبهات وأنتم الآن تتحدثون عن حسط الخلق فما الجواب وما التعليق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن حسن الخلق هذا هو أساس من أساسيات الحياة وأمر أمر الله به وهو يعني حتى لو نظرنا إليه بنظرة مجردة فهو ركن عظيم في الحياة فكل ما يجري في بلادنا هذا لهم متعلق بحسن الخلق حتى في الحرب نفسها هناك أخلاق يجب أن يتقيد بها الناس لكن ليس هنا الموضع الذي يجب أن نقف عليه إنما في هذا البرنامج تحديدا برنامج قضايا وأراء نحن نكرر في عبارة أو نكرر في قضية نريد للمشاهد الكريم أن دائما يستحذرها ألا وهي أننا في هذه الحلقة نريد أن نحاول قدر المستطاع أن نصحح المفاهيم عن كل شيء نصحح المفاهيم عن كل شيء وهذه هي المهمة التي أرسل لأجلها الأنبياء عليه السلام صححوا مفاهيم الناس وقادوهم إلى المفاهيم الصحيحة لماذا نقول تصحيح المفاهيم؟ لأن كل ما يجري في هذا الكون هو عبارة عن مفهوم كل ما يجري في هذا الكون من خير وشر ومن بناء ومن هدم ومن حروب ومن إعمار ومن تقنية ومن كل شيء هي عبارة عن فكر أو مفهوم معين ينطلق به الإنسان فالذي يحارب اليوم هو في دهنه فكرة أو مفهوم معين خاطي صواب الله أعلم به لكن الفكرة أو المفهوم هي التي تحرك الإنسان الذي يقوم الليل والذي يصوم النهار والذي يتصدق هو عنده مفهوم معين يرجو تواب الله يرجو جنة عرضها السماوات والأرض يرجو أشياء هذا المفهوم هو الذي يجعله يتحرك ببدنه كذلك الذي يقوم بالإفساد الآن والذي يسرق وينهه هو عنده فكرة هو يرى أن السعادة بجمع المال بهذه الطريقة بالسرقة بالنهب بأي شيء فتصحيح المفاهيم فتصحيح المفاهيم من الأهمية بمكان كل سعادة الإنسان في الدنيا والآخر هي عبارة عن مفاهيم إذا ضبطت هذه المفاهيم وفق مراد الله فعاش الإنسان سعيدا في الدنيا والآخرة لماذا نقول هذا الكلام ونكرره لأن الناس قد تكون مخلصة هنا هذا كلام مهم قد يكون الإنسان مخلصا ولكنه قد يكون مخطيان لأن المفهوم الذي في لهنه مغير للحقيقة يعني الناس التي تتقاتل الآن لا أشك في أن الطرفين في بعضهم في بعض الناس يظن أنه على صواب ذاك يقاتل من أجل استرجاع الجيش والشرطة واستثباب الأمن هذا العقيدة التي ينطلق بها وهذا مفهوم خاطئ يؤذي بنا إلى الموت والله أعلم بحاله عند الله والذي من هنا يظن أنه يعني هناك مجموعة من الفاسدين تريد أن تسيطر على البلاد وتهيمن عليها فهو يقاتل بهذه المفهوم فهنا المفهوم لابد أن يضبط ضبطا جيدا ولن تضبط المفاهيم إلا في الكتاب والسنة أمور الدنيا هذه افعل فيها ما تشاء من تقنيات تستطيع أن تأتي بنظريات من الشرق والغرب ونحو ذلك لكن المفهيم الأخلاق القيم المبادئ العقادي العقائد الأفكار لا تضبط إلا بالكتاب والسنة ولذلك نحن الآن مفهوم حسن الخلق هذا حدث فيه لبس كبير وقصور عظيم حتى صار كثير من الناس يظن أنه من أحسن الناس خلقا وهو من أسوأ الناس خلقا كما يتبين طيب دكتور هو الآن في الحلقة هذه أكيد ليس حلقة عظية من أجل حسن الخلق وإنما كما ذكرت هو لتصحيح مفاهيم الناس حول حسن الخلق سؤالي الأول هل هناك تعريف محدد لحسن الخلق والله أنا ما أعجبني شيء مثل أعجابي بجواب عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وهذا هو المفهوم الذي نريد أنه صحيحه اليوم ألا وهو أن الأخلاق مجامع الأخلاق لما تريد أن تحكم على الإنسان أنه صاحب خلق حسن ما مدى قربه من القرآن في كل أمر ونهي في كل أمر ونهي ما مدى قربه من القرآن لماذا أقول هذا كلام؟ لأن في حس كثير من الناس في حس كثير من الناس أن حسن الخلق متعلق بلطافة الكلام والابتسامة ويعني لين المعشر هذا خلاص ما في الأمر هذا جزء من الأخلاق لا نستطيع أن نقول أن هذا ليس من الأخلاق لكن ربط الخلق كله بهذه القضية هذا يترتب عليه منكر عظيم ويترتب عليه فساد مبيل فإذا ضبط حسن الخلق حتى تعرف هذا الإنسان على خلق حسن أو ليس على خلق حسن ما مدى قربه من القرآن ما مدى قربه من أوامر الله ونوهيه التي في القرآن يعني دكتور الآن تريد أن تقول بأن هناك تصور خاطئ للناس حول حسن الخلق نعم أستطيع أن أجزم بهذا وأنا أقول لك وسيراها الناس كما ذكرت قبل قليل حسن الخلق في حسي كثير من الناس الذي يخفض صوته والذي يتبسم ويقول كلام طيب هذا حتى لن نستهين بهذه القضية هذا جزء من حسن الخلق هذا كلام جزء من حسن الخلق ولعلي أضرب مثال حتى أبين أن الأخلاق الحسنة ما لم ترتبط بالقرآن وبالتوحيد وبأوامر الله ونوهيه فلا تعني شيء عند الله وعند المؤمنين أبو طالب أبو طالب المشرك يعني الآن لو نأتي بعمل أبو طالب ما قام به أبو طالب من أعلى الناس أخلاقا يعني صدق النبي ولم يؤمن ولم يتبعه ودافع عنه وأوذي من أجله ومع ذلك لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرد فيه ومع ذلك لما سأل العباس بعد أن أسلم العباس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعت عمك في شيء أبو طالب قال نعم هو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه هو في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه ولولا أنا لكان في الدرك الأسفري من النار كما في صحيح مسلم فإذن أبو طالب كان ظاهره كريم شجاع يحمي المصطلعفين فيه الأخلاق كلها هذه التي نراها اليوم حسن القوله ومع ذلك هو في ضحضاح من النار حاتم الطائر لماذا؟ لماذا هو في ضحضاح من النار؟ لأنه لم يتقيد بما جاء في القرآن لأقول له مثال آخر جوابا لسؤالك هذا ابن جدعان أظن أحد كبار عبد الله بن جدعان عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال نفسه قالت يا رسول الله هذا عبد الله بن جدعان هو الذي عقد في بيته حلف الفضول الذي من أشهر من أشهر الحلو الأحلاف التي وقع تجاري وقال عنها وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو أدقتها مع أعمامي أو شيء من هذا ولو وجدت شيء مثله في الإسلام لو دعيته إلى نثه في الإسلام لا أجب لا أجب نعم هذا الرجل كان فيه من صفات مكارم الأخلاق شيء كثير كان يطعم ذكرت عائشة في صحيح مسلم كان يطعم الجائع ويأوي الضعيف ويفعل أشياء هل نفعه شيء عائشة قال هل نفعه شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا الجواب قال لا لماذا وعلل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه لم يقل رب يغفر لي خطيئتي يوم الدين فإذن حسن الخلق كله مقيد بما هو في الكتاب والسنة بما هو في القرآن كما قالت عائشة كان خلقه القرآن فإذا فرط الآن لماذا أقول هذا الكلام أنت كنت تريد تقول شيء عن حاتم الطائي كذلك حاتم الطائي كان حاتم الطائي هو أشهر من أن أتكلم عنه الآن كان في الكرم والجود وإغاثة اللفان وعلى ذلك يقولك كحاتم الطائي يعني يضرب به المثل فكان يعني يحرم نفسه من الأكل ويذهب على رؤوس الجبال ويوقذ النينار حتى حتى يظل الذي ظل في الصحراء وكذا حتى يهتدي له فيطعمه فهذا خلق لا شك أنه خلق عظيم لكن نستطيع أن نعطيه نسبة معينة هذا الخلق له نسبة في الإسلام له نسبة أما أن تجعل من يفعل هذا شيء فهو على خلق عظيم فهذه هي الكارثة وهذا هو التصور الخاطئ سأبين هذه القضية بعد قليل هذا حاتم الطائي يعني من عدل الله وفضله أنه جزاه في الدنيا فهو مشرك لا نصيب له في الآخرة في جنة عرضها السماوات لكن أعطاه الله في الدنيا السيطة الحسن فالآن نعيش الآن في الدنيا إلى يوم إن هذا نقول إلى يوم إن هذا نكون كرم منحاتمي سأضرب أمت إلى الآن في واقعنا المعاصرة اليوم تجد الناس اليوم يقول لك فلان هذا أحسن الناس يقول لك رجل طيب وفاضل وكذا وقد لا يكون ليصلي هذا لا يساوي عند الله شيء بموازين الشريعة الحقيقية ولا هذا سيء الخلق هذا من أسوأ الناس خلقا الذي يصلي مهما كان لطيفا ومهما كان بارا بأمه ومهما كان مثلا حسن هذه الحسنات تقول حسن الخلق في هذه القضية أما أن تطلق حسن الخلق هكذا تقول هذا الرجل الخلق وهو ربما يسب الله وربما سارق وربما قاتل وربما مجرم وربما كذا لماذا تطغى عليه خصلة واحدة في اللقاء يتبسم ويصافح مصافحة جيدة ويعطيك مليني القول فهذه تطغى على عامة الناس اليوم يقول لك هذا إنسان خلقه حسن لو قلت لها ما يصليش يقول بتو رب يهدي بتو رب يهدي هذه حاجات لا ينظر إليها ما يصليش يسبف الله يعني يحارب الشريعة يفعل هذه الأشياء لا يبلغ قديما كان يثار سؤال يقول لك يا أخي المشهر الكفار مثلا اليهود والنصارى يقول لك هذا الآن يحاربوا في الأمراض ويساعدوا في الفقراء في أفريقيا ويعني ويحاربوا في الضواهر الفاسدة وما تستطيع تنكر هذا فيقول لك كيف رب يدخلهم النار هذا السؤال يطرح كثيرا صحيح جدا هذا لتقريب الجواب على هذه القضية لابد أن نمس الناس في أشياء يعيشونها الآن لنتصور الآن أحد الناس عنده أمه مريضة في البيت لا يوليها اهتماما بالإطلاق لا يوليها أي اهتمام لكنه يجمع في فقراء الشارع كلهم ويطعمهم ويسقيهم ويحضر لهم الدواء ويفعل لهم ما هل تعدون هذا حسن الخلق؟ هذا عاق ولا؟ عاق الذي خلقك والذي أطعمك والذي يعني فعل لك كل شيء متنكر له وتفعل في أشياء تفعل في أشياء لا تعني شيء في ميزان الله لا تعني شيء لأنك أنت لم ترضي الإله العظيم هذا لم ترضي الإله العظيم ولذلك ولذلك إذا هدمت ولذلك قال الله إن الشرك لظلما عظيم إذا وقع الإنسان في الكفر والشرك مهما فعل فسيجازيه الله في الدنيا إذا كنت بارا بالفقراء سيعطيك الله ذكرا حسنا أو ربما يمد في عمرك أو يعافيك من الأمراض أو يفعل لك شيء لكنك في ميزان الله أنت من أسوأ الناس خلقا أنت من ناسا لأنك تنكرت إلى الخالق العظيم وهذا سلعلا نضرب أمثلة حتى بواقع الناس أنت أحد أبنائك أحد أبنائك متفوق في الدراسة وعنده مال لكن أنت عاق لك العاق لأبيك متنكر لك في كل شيء ومع الناس من أحسن الناس خلقا فهل هذا تعده بارا هذا من أسوأ الناس خلقا عندك ولا فكيف برب العالمين ولله المثل الأعلى أن يتنكر له هؤلاء الكفار وينكرون وجودها أو يكفرون بها أو يجعلون معه ندا وإلها آخر وهو الذي رزقك الولد وهو الذي جعل فيك النعم هذه كلها التي أنت تتصر فيها الآن جعلك وتتنكر الله العظيم فأنت من أسوأ الناس خلقا ولذلك قال الله إن الشركة لظلم عظيم إذا أتيت بالشركة أو الكفر أو المعصية فقد أنت أخلاقك الثانية هذه في موازين البشر ربما تكون حسن الخلق ولذلك هذا مفهوم يجب أن يصحح ليس كل من أخفض صوته وأطرق ببصره في الأرض وقال لينا من القول فصار حسن الخلق هذا جزء من مكارم الأخلاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر المسلمون في مكة قال اذهبوا إلى ملك في الحبشة نصرانية قال لا يضلم عنده أحد قال لا يضلم عنده ما قالش أخلاق حسن ولا قال حسن الخلق ولا أطلق له حسن الخلق إطلاق حسن الخلق يجب أن يصح هذا مقيد بما في القرآن لأن عائشة قالت كان خلقه القرآن فإذا تقيدت كلما اقتربت من تلك النصوص كلما كان خلقه قحسن بعض الناس الآن دكتور ينظر إلى يعني هو يحارب يريد أن يحارب الحجاب بطريقة شيطانية صحة تعبية يقول لك المرأة في أخلاقها وليست مرأة في حجابها نعم ما موقع هذا الكلام مما كنت ترى مما كنت أقول الأخلاق هذه المنظومة الأخلاقية هي حددها الله جل فعلا ما يحددها البشر أنت قد ترى المرأة حينما تخرج متعطرة ومتطيبة هي على خلق الحسن مدام أنها ما مارستش بعض الممارسات الخاطئة فأنت تراها على خلق الحسن وأنا أراها النقيد وأنت تراها على غير ذلك والناس قد يختلفون في شيء واحد يختلفون أخوات ذي من الذي له المعيار الذي يحكم أن هذا حسن خلق هو الله الذي خلق الإنسان الذي خلق الإنسان هو الذي يضبط يقول هذا خلق الحسن وهذا خلق غير حسن ولذلك ضربت لك ابن جدعان وأبو طالب كانوا بموازين أن اليوم من أحسن الناس يخلوا قنرة لكن بالمقابل دكتور في بعض الناس الآن اللي يبدو عليهم الالتزام الظاهري سيئ الأخلاق يعني تجده يصلي في المسجد الخمس الصلوات ويحافظ على الأمور الظاهرة لكن سيئ الأخلاق تجده في لحية صاحب لحية وصاحب إزار وصاحب كذا ويحافظ على السنن الظاهر ويصيم الثنين وخمس لكن سيئ الأخلاق حتى معادي وأمي كيف تعد هذا يعني هي القصة وين تكمن فيما تقول الآن هو مفهوم الناس للأخلاق مفهوم يعني منكوس لكن أنا سأقول لك أنا أقصد أنت الآن تقول بأن أول شيء في الأخلاق هو تحقيق التوحيد هؤلاء الشباب وهؤلاء الأخوات يعني حققوا التوحيد وأتوا بكل ما هو مطلوب شرعا ظاهريا لكنهم أخلاقهم سيئة وهذا واقع وموجود ويشكو منه الناس كثيرون سأقول لك شيء خاصة في التعامل التعامل المالي كثير من الناس يشكو من يقول لك هذا حتى كثير من الناس يقول لك الصح لا 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 تعامل أولئك الناس سأقول لك شيء نعم هو مفهوم هؤلاء للتدين مفهوم منكوس مغلوط لو كان المفهوم صحيح لما هو ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان قال للشيطان مع الإنسان عدة عقبات إن استطاع أن يقعه في الشرك تركه في غيره يترك يتعبد لله ويعني ممكن يكون عنده لحية وإزار وحجاب ويعني يتعبد في جام فإن نجى من تلك أو قعه في البدعة فإن نجى من تلك أو قعه في الكبار فإن نجى من كده فيصبح يستسلسل معه آخر شيء يشغله بالمرجوح عن الراجح نحن الآن يجب أن نضع منظومة الأخلاق الأوامر والنواهي الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله أمام عيوننا يعني أنا لا لا أستطيع أن أقول هذا حسن الخلق لأن عنده لحية وهو الآن يقع في عقوق الوالدين لابد أن نضع أين يقع أين يقع بر الوالدين في منظومة الأخلاق التي أنزلها الله هذا أمر الأول دعنا الآن نذهب إلى هؤلاء الذين تشير إليهم الذين قلت يملؤون المساجد وعندهم لحة وإزارات كذا قل لي بربك الآن في القرآن والسنة كم وردت من آية وحديث صحيح في المحبة والأخوة الإيمانية التي بين المؤمنين هذه مهمة عندهم هذا من تلبيس إبليس لهم ولذلك أنا أقول لك حسن الخلق أن تتخيّد بما جاء في كتابي والسنة وتفهم ما هو الأول والأول فأنت الآن لو كنت من أبر الناس بوالديك لا يعني شيء إذا كنت مشركا إذا كنت مشركا فلابد أن تحقق التوحيد ثم تأتي للمسائل التي أمر الله بها الأول فالأول الأمثل فالأمثل فأنت لا تقول لي سنة السواق مع عظم لذلك الإمام مالك سئل عن مسألة فلما أجاب قال هذه مسألة بسيطة أو مسألة كذا فنهره الإمام مالك نهره وقال أن الله لما أنزل القرآن قال لنبيه إن سنلقي عليك قولا ثقيلة ما فيش حاجة في كتاب الله أن تشرب بشي مالك ولا أن تستهين بسنة وكي كله عظيم مدام أنزلت من الله وأمر الله بها كله عظيم لكن هناك أولويات هناك أشياء مقدمة فأنت الآن لا تحرس مثلا على سنة السواق ثم تأتي لأخيك المسلم وتهجره وتقول فيه كل سوء وتبهته وتنشر النميمة بين المؤمنين وتقول لي أنا متبع للسلف أو متبع لأنا حسن الخول أنت أنت خرقت منظومة الأخلاق خرقت الأولويات أيضا وخرقت الأولويات هذا الذي أشير إلينا فأنا أعود للقول لو التزم الناس بما هو في القرآن وبما هو في السنة الصحيحة وساروا على هذا النمط وحققوا الأول فالأمتل فالأمتل لا لتحقق مفهوم حسن الخلق الذي أمر الله به في القرآن لكن هنا هذا أيضا وقعوا في العامة وكثير من الناس يقيدون حسن الخلق بالتبسم والكلمة الطيبة ولين القول وأنا أعيد وأكرر أن هذا جزء من حسن الخلق جزء من حسن الخلق وليس كل الخلق هؤلاء الناس قيدوا حسن الخلق بأنك أنت تتلتزم بالسنة ويعني أن تظهر العذاوة للمبتدع المبتدع طبعا من أمثالنا يعني وهكذا يعني فهذه اللبس في المفاهيم إذا حققت إذا حققنا المفاهيم الصحيح سنحقق حسن الخلق كما أمر الله طيب دكتور نحن تعودنا دائما في حلقاتنا عند تناول أي موضوع من الموضوعات أن نؤصل له التأصيل الشرعي من الكتاب ومن السنة الآن حسن الخلق نريد سرد لبعض الآثار والنصوص من القرآن والسنة عن حسن الخلق طبعا قبل أن نسرد الآيات والأحاديث والمواقف لابد أن نستحضر أن حسن الخلق هو ما أمر الله به وما نهى عنه هذا هو كل ما اقتربت من هذا مع استحضار الأولويات التوحيد والكبائر والأوامر والنواهي والصلاة والقضايا التي رتبت هذا هو حسن الخلق ولذلك قلت لك أنت مهما كان لنقولك ومهما كنت متبسما للناس لا يعني هذا في ميزان الشرع في ميزان إلا ما نقوله حسن الخلق بالميزان الشرعي الحضير وأنت تاركا للصلاة وأنت تاركا للصلاة فمهما فعلت هذه سيجزيك الله عنه لكن أنت لم تحقق حسن الخلق الذي أمر الله به وهكذا يعني مهما أنت كنت مع صديقك لينا ويتمي عليك في المجالس بأنك أنت صاحب خلق وأنت شاذا قويا قاسيا مع زوجتك فأين حسن الخلق هناك فهي قضية لابد أن تكون مرتبة أما في القرآن فكل أمر وكل نهي فهو يدعي إلى حسن الخلق كما عرفنا لكن لعلي أذكر بعض الآيات قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تتهم هذه آية جامعة ولذلك سئل أحد الصحابة أو أحد السلف عن أشمل آية في كتاب الله فأشار إلى هذه الآية التي ذكرت كلها تدعي إلى الخلق كلها نعم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ما ترك شيء لم يترك الله شيء فإحنا إذا تقيدنا بهذه هذا حصن الخلق اذا تقيد بهذه اما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه زعيم بمعنى ضامن عن ابي هريت رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يضخن الناس النار فقال الفم والفرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طبعا الآيات لحديث كثيرة جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار ماشي أما مواقف من الصحابة أو مواقف من السلف دخل عمر لما ولي عمر بن عبد العزيز خرج ذات ليلة خرج يعني هو والحرس معه يعني ومعه حرسه الذين يحرسون فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فعتر به يعني عمر الآن أمير المؤمنين الذي يحكم من كل نصف الأرض جنوده في أقصى الشرق وأقصى الغرب الآن دخل المسجد ففيه رجل نائم فعتر في رجله يعني النائم فعتر في رجله فرفع النائم رأسه إليه يعني استيقض ورفع رأسه فقال له أمجنون أنت يعني هذا النائم قال لي عمر رضي الله عنه أمجنون أنت فرد عليه عمر لا فهم به الحراس يعني قال لأنت مجنون قال لا عمر رد قال لا مش مجنون فالحراس قاموا بلي يضربوه يعني فقال لهم عمر أتركوه إنما سألني أمجنون أنت فقلت لا دهت المسألة صغرت صغرت كبرتك صغرت صغرت كبرتك جاء رجل الفضيل بن عياد فقال له يا فضيل فلان يخوض في عرضك وما أكثر هذا اليوم فتان نعم نعم فقال يا فضيل فلان يخوض في عرضك أي يتكلم فيك يعني قال والله لأغيظنه يعني بنمشن غيظة فقال الرجل تغيظ من الرجل هذا اللي جاي بيقول لك لا تغيظ من فقال قال الفضيل قال الشيطان قال الشيطان فرفع يده وقال اللهم إن كان صادقا فاغفر لي وإن كان كاذبا فاغفر لهم سبحان الله ما أعظم هؤلاء يا كسر طيب دكتور معلشن نحن نستدرك لخرج الأفاصل سنخرج الأفاصل إخوتي المشاهدين فابقوا معنا قصة ثورة أفسد وطغى وتجبر فثار الشعب على الطاغية وحلم بالحرية ويعد الإعلان الدستوري مجمدا لكن الفئة الباغية ظلت باقية لو لم يأتنا حفكر جاءنا الشيطان في ذلك الوقت لتحالفنا معه تريد خلافة الطاغية في الزعامة وترفع خداعا راية الكرامة فوقف لها الثوار كالصخر وسطروا بدمائهم آيات المجد والفخر وكانوا لليبيا دوما الفخر اشتركوا في القناة بعد أغلاقها من قبل مجموعات من حرس المنشآت النفطية مع استمرار أزمن سيطرة الميليشيات المسلحة على موانئ تصدير النفط في ليبيا ستكون له آثار سلبي على الاقتصاد القوى القاهرة قد رفعت رسميا على الموانئ النفطية بإقليم برقة وخاصة مداء السدر النفطي احتبارا من تاريخ هذا اليوم بدأ مسلح اقليم برقة بتنفيذ تهديداتهم بتصدير النفط بشكل مستقل بعد حصار المرافق النفطية ومنعها من العمل تحركت بالأمس القوات المكلفة بعملية تحرير الموانئ والحقول النفطية الى الهلال النفطي لا شك ان جهاز حصار المشاة النفطية هو جزء لا يتجزأ من الدولة المتمثلة في مجلس النواب اي انسان يحمل سلاح اي انسان يحمل سلاح ليس له رقم عسكري او رفع يحتبر ميليشيا والسيد نظران حالية جدران نوعه تصابط ولا ربي تصابط طف اه متريس في الميدان وينك جدران اه اه اسداد اه ميناء سدر اه 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 يلا صنعوا قدامنا وينك يا جدران اه متريس اه متريس الله اكبر اه 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 السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى دكتور ورد عن سيد عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن اولا على ما يدل هذا الكلام من عائشة هو اختصرت خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة كان خلق القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان متجسدا فيه القرآن يعني اذا كل اية تتلوها في كتاب الله تراها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام رحمة الله بالبشر لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاخلاق الفاضلة كلها جمع الاخلاق الفاضلة كلها التي امر الله بها في القرآن تجمعت في النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عنه الله وانك لعلى خلق عظيم ولذلك امر الله بالاقتداء به في هذه القضية هناك خلل عظيم حدث في قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض طوائف مش أفراد أمم من البشر تميل إلى التعبد يعني سميهم الآن غلط الصوفية سميهم أي شيء يرى الإسلام كله أو الأوامر التي لا يرى غير الجانب التعبدي في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم البعض الآخر لا يرى في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا جانب العلمي جاف كأن لا يوجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا طاعة ولا قربة ولا أي شيء البعض الآخر يرى هالسيف والقتال وهذه طوايف كلها موجودة منذ أن خرجت البدع في هذه الأمة وهي الآن موجودة ومنتشرة نراها رأي العين بعض الناس الآن يقولك لا تحدثني لا السياسة ولا الجهات ولا العلم دعوة ولين القلوب وكيف الرقق أفئذتنا بآيات وأحاديث وبعض الآخر تراه منهمكا في السياسة وفي الشأن العام كأن لا يوجد أوامر ونواهي تأمر بالإنسان بأن يزكي نفسه وأن يتعبد إلى الله وأن يتطهر من الأمراض التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا والبعض الآخر لا يرى إلا السيف والوراء والغض على المخالف ونحو ذلك هذا نراه أليس كذلك أو لا والبعض حتى في دراسته للعلوم الشرعية زي التوحيد أخذ أمور العقيدة الإصطلاحية لم تؤثر في سلوكي كثير من الناس أنا بعض المرة كان في نقاش مع أحد الناس ذكر لي صفة من صفات الله قلت له الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه الصفة لما تردهم هذه الصفة يتعبدون إلى الله بهذه الصفة يعني لما نقولوا أن الله سميع والله بصير ما نقعدوش نحنين جادلوا في جدال إلى يوم يبعثون في هذه القضية ماذا تعكس في نفسك قضية أن الله يسمعك ماذا يعني؟ يعني أنك أنت بتراقب الله الذي يسمعك ويراه وتبني هذا الصحابة كان فهمهم لهذه العقيدة هكذا أن كان يبني حياته كل على أن الله يراه ويبصره يراه ويسمعه دون أن يخوض في مسائل الصفات نعم نقصد هذه الصفة تنعكس في حياة الناس اليوم يعني إيمانا وإحسانا ومرقبة طلل الله جل في علال فالشاهد من الكلام أن القضية قد يميل الإنسان إلى شيء ما قد يميل إلى العبادة قد يميل إلى العلم قد يميل إلى الجهاد قد يميل إلى الحديث في الشأن العام لكن لا يجعل الدين هذا هو فقط كلما كان الإنسان ولذلك كثير يعني بعض العلماء المتميزين جمعوا هذه الخصال كلها واجتمعت فيهم كلها فمن كان من أراد أن يقترب من خلق النبي صلى الله عليه أن يقترب من هذه فليضرب بسهم وافر في هذه القضايا كلها طيب دكتور ذكرت بعد بعض الشيء عن التصور الصحيح للأخلاق الإسلامية نعم وقبل قلنا سألتك عن حديث السيدة عائشة كان خلقه القرآن الآن أريد ذكر لبعض الأشياء العملية للنبي صلى الله عليه وسلم التي تؤيد ما كنت تقوله عن التصور الصحيح للأخلاق الإسلامية نعم نحن اليوم يعني أنت كنت تذكر بأن التوحيد هذا أهم الأشياء نعم أريد شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصح لي التعبير لما أهينا جانب التوحيد أمامه نعم يعني غضب أو نعم أو لم ينهى غيره عن كلام أو شيء من هذا القبيل نعم نحن الآن خلينا نعيد للمشاهد التصور الصحيح لحسن الخلق نعم وبعدين من نأتي بالأمتلة والشواهد نعم كثير من الناس اليوم يرى حسن الخلق أنك أنت تتلين القول وتكون دائما متسامح ولين ويعني وكثير من الناس يقولون حتى ما مش متع مشاكل يقولك هذا الله يا رجل خلاق عالي ممتع مشاكل ما عندش عدوات ما عندش عدوات وهذه المفاهيم موجودة عند الناس نعم أنا أريد أن أبين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ومن السنة ومن الصحابة أنه لم يكن تعريف حسن الخلق بهذا المعنى وهو جزء من حسن الخلق لين القول كذا دعنا الآن نذكر بعض الأشياء التي يعرفها الناس عامة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب هذا كما قالت عائشة لا يغضب إلا إذا انتهكت حرما من حرومات الله لا يغضب إلا إذا انتهك حرما من حرومات الله جاء عربي وهذا مشهور يعني نعم بمبين المفهوم الذي يعرفه الناس جاء عربي ذات مرة وكان معه أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق فجذبه من ردائه من الخلف يقول جذبة قوية جدا للغاية حتى أنس بن ملك يقول رأيت أثر يعني تصور أنت عندك الآن قميس واحد يجب دك يخلي لك أثر شين تتصور جذبة هذه وهذا الأعراب معروفين قال يا محمد أعطيني من مال الله فليس من مالك ولا من مال أبيك يعني منتهى الغلضة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أخذه إلى بيت المال وأعطاه مالا هذا حسن الخلق الذي يعرفه الناس اليوم الآن شوف نأخذ شيء عكسي الذي لا يتصور خلينا نعطي مثال آخر نعطي مثال آخر الذي يعرفه الناس والذين اتفق فيه مع مفهوم الناس اليوم لكن نبن ننقل أشياء أخرى الآن جاء عربي أيضا إلى المسجد وبال في المسجد فأراد الصحابة أن يهموا به طيب الآن هذا أمر عظيم منكر يعني المسجد نصل فيه ونضعه في جباهنا وأونوفنا في هذا المكان يأتي إنسان ويبول فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه هذا حسن الخلق الذي يعرفه الناس فلما انتهى قال لا تزرموه فلما انتهى أتب دلو من الماء وسكب عليه وقال فقال له بكل بطافة قال له يا هذا إن هذه المسجد لم تجعل إلا لذكر الله للصلاة ولذكر الله طالعا الآن ناخد أشياء أخرى التي يعني في أول شيء دعنا أن نلقي نظرة في القرآن القرآن نذكر بعض الأشياء التي يعرفها الناس كلهم ذكرها في القرآن القردة والخنزير وعبد الطغوط والفاسقين والكافرين والظالمين والحمير والأنعام والبغال وكل هذه الصفات دم يدم بها أناس هذه الصفات لو أربطا أجمع الصفات هذه الله جل في علاه هو الذي تكلم بهذه ووصف بها أصناف من البشر هل هذا بمفهوم اللي بين اليوم وكثير من الناس والعيادة بالله يعني هذه الألفاظ يقول لك هذا شيني الألفاظ هذه صحيح ولا صحيح يعني لو لا أريد أن نكره وصف الناس كمثل الحمار يحملوا أسفارة وصفهم بالأنعام بل هم أضل بل هم أضل وصفهم ب مسخهم قردة وخنزير وعبد الطغوط ولعن أقوام ويكره الكافرين والفاسقين والكاذبين والفاجرين وكل هذه الصفات يلعنها الله ويسبها ويعني ويقول فيها الكلام الذي تعرفونه فهل هذا من سوء الخلق لا لا حاشا نكفر لو قلنا هذا كلام نكفر وعيادة بل نقول لهذا فإذن في ميزان هناك من الناس من نقول أن هذا كاذب وأن هذا مبتدع وأن هذا كافر وأن هذا مجرم وأن هذا فاسد هذا ليس من سوء الخلق الذي يزعم أن هذا حصن الخلق أن تضغض البصر وتبتسم له وتظهر له شيء فأنت أنت الذي ليس عندك حصن الخلق فأنت في هذه اللحظة ليس عندك حصن الخلق فيجب أن نقف ونقول هذا مفسد وهذا كاذب وهذا سارق وهذا يسعى في الأرض فسادا وهكذا فإذن حصن الخلق في القرآن اللي تأمنا لو وجدنا صفات كثيرة من هذا الواحد النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في بيته هذا أرحم الناس والذي يقول يعني أحسنوا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله الآن خيركم لأهله انظر الآن كيف سيتصرف دخل ذات مرة فوجد ستار به صور فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجه حب الرمان هذه معروفة النبي لما يغضب تظهر هكذا ثم أخذ الستار وهتكه ومزقه كانت فيه تصاوير نعم وقال يا عائشة لا يفعل هذا إلا ما خلق له لا يفعل هذه الأشياء إلا ما خلق له صحابي آخر شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف في في أعين بعض الناس قد الآن نعم يعني هذا هو العياذ بالله في موازين بعض الناس يقول كيف تصرف هذا مازال مازال آآ كنت سأقول شيء آيو في صحابي وضع خاتم من ذهب في في أصبعه يعني أنا بنقول حاجة قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي عائشة يا عائشة هذا من نحيه وخلاص هيك الناس تو أنت حتى يحكم عليك أنك حصل يقول لي يا أخي هذا رأو كان يحكم عليك يا عائشة من فضلك نحي الوحدة ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة بيت علم بيت علم ويعني فيه أحيانا لابد أن تظهر أن هذا منكر يجب أن لا يبقى صحابي آخر انظر الآن العرابي الذي يجهل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الطريقة فهم الأطر هذا صحابي آخر في أصبعه خاتم من ذهب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فخلعه من يده أخذه من يده هكذا ورماه وطرحه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار وذهب فجاء الصحابة جاء الصحابة رضي الله عنه قال خذ خاتمك قال والله هذا الصحابي الأخ قال والله لا أخذ خاتم طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وأن يقول له نحي الخاتم اتق الله ولا تفعل هذا لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أن في بعض الحياة ابنك أو تلميذك أو الشخص المقرب إليك الذي يعرف أن هذا غلط أو هذا كذا حيانا تقص عليه وليس هذا من سوء الخلق بل هو من تمام إذا انتهك الحرومات الله إذا انتهك الحرومات الله ليس من سوء الخلق أن تفعل مثل هذه التصرفات وغيرها راو كثير جدا أما التوحيد وغير ذلك فقد ما جردت سيوف وقيمة الحروب إلا من أجل سيانة التوحيد سيانة التوحيد وإقامة التوحيد في الأرض الدماء سالت والرقاب تطايرت والأشلاء تناثرت من أجل التوحيد وإلا ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل قريش لأنها تصد عن سبيل الله تريد أن تنشر الشرك وهو يريد أن ينشر التوحيد فإذا القصة هذه مفهوم خاطئة عند كثير من الناس يقول لك يا أخي الدعوة واللين والكلمة الحسنة وكذا لا 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 السليب الدعوة تختلف من مكان إلى آخر وفيها كل شيء فيها السيف وفيها الدعوة وفيها الهدية فكلمة طيبة وفيها كل شيء أما حصر هذا القرآن تأملوا في القرآن ستجدوا هذه الأخلاق والسنة القرآن والسنة كثير جدا وهذا الذي جسده الصحابة سأضرب أمت إلى أخر أبي بن كعب الذي قال عنه قال في صحيح مسلم والبخاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب قال يا أبي إن الله أمرني أن أتلو آية صورة البينة عليه فمن عظم من شدة الصدمة أبي قال آه الله سماك لي أي أنا سماني الله فوق في السماوات العلم سماني لك سماني قال أبي اسمي بذكره فلما قال نعم بكى أبي هذا عظم هذا الصحابي تعال الآن شوفوا شو يدير أو الآن هذه الأخلاق وشوف كيف كيف بيتصرف سمع أحد الناس يفتخر بأبيه وبقومه زي ما يحدث الآن كثير من أنا من فلان وأنا من المنطقة الفلانية وأنا من القبيلة الفلانية وأنا من كذا زي ما زي هذا الكلام بالضبط يعني يقول أنا من قبيلة الفلانية وحن اللي فعنا وحن المجد وحن التاريخ وحن الجهاد وحن كذا جاء واحد في مجلس يتكلم هذا الكلام فعيره بهني أبيه ولم يكني فقال الرجل ذات من شدة الصدمة اللي قام بها الصحابي هذا قال يا أبا المنذر ما كنت جهولا يعني صدمة 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 كبيرة عير بشيء كبير بكل يعني قال لا كذا نعم فقال له أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يتفاخر ببخار الجاهلية فعنوه بهني أبيه ولا تكنه نعم للعلم فالهنو هو يعني شيء من الأعضاء الخاصة للرجال يعني العضو الخاص للرجال وهذا يذكره نحوين حتى من الأسماء الستة من أبوك أخوك هنوك لكن الآن يقولون الأسماء الخمسة يحدفون هذه الكلمة على الفكرة لأنها من نعم فشاهد أن هذا الذي تذكره الآن وعرفته الآن ذكره بما هو معروف لديهم ما تكنيش كان ما تشير لاش إشارة خفية عير بالكلام هذا الذي تذكره الآن وابو بكر الصديق الصديق أبو بكر أنا لماذا أقول هذا كلام قضية حسن الخلق وضبطها الآن أبي بن كعب الآن الغضبة شديدة وانظر ماذا تلفظ يعني الآن في لو قالها اليوم أحدنا لقالوا ما سوء الخلق هذا لماذا لأنه يقوم بعمل من أعمال الجاهلية يقوم بعمل الجاهلية تذكرت أمر آخر أبو در النبي صلى الله عليه وسلم أبو در الصحابي الجليل الذي يعني معروف بزهده وورعه عير بلال بأمه قصة معروفة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن في مفهوم نحن يا أبو در هذا أخوك ما ينبغي أن تقول هذه كلام هذا هذا هو عند الناس عندها أكي حسن الخلق وهكي الدعوة هذا جزء من الدعوة لكن له مقام أما الآن أبو در ما تسقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيرته بأمه أعيرته بأمه إنك أمر و أم فيك جاهلية ما فيهاش رحمة اكي بالحرف الوح قال له إنك أمر و أم فيك جاهلية فالشاهد أنه جعل الحسن الخلق هو خفض الصوت وليني كلمة فقط دون الاعتبارات الأخرى هذا من المفاهيم الخاصية التي يجب أن تصحح لعل يخطب بهذه القصة نعم تفضل في صلح الحديبية وهذه عظيمة أيضا في صلح الحديبية جاء سهيل بن عمر وجاء زعيم الأحباش جاءوا عروة تقفي سيد بني ثقيف هذا سيد بني ثقيف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح فلم يلن له النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إذا نشبت الحرب ما أرى حولك إلا أوباش يفرون عنك عند اللقاء يعني قال لأنت الآن ما تبيش سلم ما تبيش كاد أرى عند اللقاء هذا أوباش وأول ما بتحتد المعركة بيسيبوك فغضب أبو بكر أبو بكر الصديق تعرفون أبو بكر يعني أبو بكر الليين الساهل اللي معناها أسيف سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيف قالت مروا أبو بكر عائشة ندخل من مكان ندخلها لبش نمر أن أبو بكر هذا يعني ضعيف لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مروا أبو بكر فليصلي بالناس فعائشة ما تريدش الناس يتشاؤموا بأبي بكر أن في مكان النبي لازال حي وأبو بكر يصلي يعني ينفر منها فقالت ماذا قالت قالت يا رسول الله إن أبو بكر أسيف رجل أسيف يعني كثير البكاء هذا الشاهد فالأهوني قال لهم إن كنا صويحي بات يوسف فشاهد أبو بكر هذا الأسيف الرقيق الذي كان يبكي وكان كذا لما سمع هذه الكلمة دون الصحابة وقف في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين إمام المرسلين طوالآن مجلس الطهر وحسد الخلق قال نحن نفر في المعركة أمسس بذر الله يعني كلمة عظيمة جدا عظيمة ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاش هذا شن تقول إنت يا أبو بكر أقرها ولم يقل له وهذا منكر ونعلك حتى يظن كذلك هي من العضاء الخاصة بالنساء غير بالآلهة متاع قريش الآلهة متاع قريش فشاهد أن كلام عظيم يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قيلت أمامه مثل هذه الكلمات لكن لأنه قيلت لمساند جنب التوحيد ومساند جنب الأمة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم يقل له يسكت أبو بكر الصدر طيب دكتور سنخرج إلى فاصل إن شاء الله ثم نعود إلى الحديث سنخرج إلى الفاصل إخوتي المشاهدين فابقوا معنا لمن يشوه التوار ويقول إنهم مرهابيون هؤلاء الثوار هم من حرس صندوق الانتخاب في بنغازي وفي غيرها من المدن هل تعلمون والخطاب لليون ألا في بلدك عندما انتصر فرانكو في الحرب الأهلية منع الانتخابات 40 عاما توارنا بعد 9 أشهر من انتصارهم حرسوا صندوق الانتخاب وقالوا للشعب الليبي انتخذ منت شعب أيها الشباب هبوا لنجلة البلاد وأعراضكم ودمائكم هبوا هبوا لنجلة البلاد واندبعوه للجهاد فإنكم لن تموتوا إلا بأزالكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة مرحبا بكم مرة أخرى دكتور الآن سننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة وهي الواقع الليبي الآن كيف ترى الواقع الليبي في جانب حسن الخلق طبعا حسن الخلق كما عرفناه كما ضربنا له الأمثل من أعظم الأشياء التي تراها اليوم والتي يعني تحز في النفس هو المفهوم الخاطئ لحسن الخلق يعني لما يختل هذا الميزان يصبح ممكن أشر الناس عند الناس أحسن الناس يأخلوا يعني كما ذكرت لك قد لا يكون الولد يصلي مثلا وإذا خطب يزوجوه يقولك والله هذا رجل كويس ما عمره شريئرين عليه مشكلة ولا هد هو ما يصليش تورب يهدي لا يصليش نهاي وربما يسب الله رواه وربما معني عنده موبقات طبعا من الأخلاق التي غفلنا عن ذكرها قضايا قلبية مثل الحسد والغل والحقد والكبر والعجب وهذه القضايا الأمراض حتى هذه رأوا كثير من الناس لا يلقي لها بالا قدير من الناس لا يلقي لها بالا ليست داخل في أعراف الناس اليوم أنا ليش أكرر هذه القضية يعني أنت لما يشار إلى فلان أنا رجل كويس كذا أعلم أنهم يشيرون إلى نقطة معينة ما عنده مش مشاكل مش يديرش في المشاكل ما عاديش في حد ما عاديش في حد وخلاص ما داما ما عاديش في حد فلا ينظر إلى الجوانب التانية إطلاقا وهذا بالوصف الشرعي ما يعني شيرة ما يعاديش في حد دي ليست في الحقيقة يعني صفة سيئة في الحقيقة صفة سيئة أنا أقول لك شيء كثير من الناس الآن لما يزوج بنتe لهأولئي الذين ما يديرش في مشاكل يتفاجأforwardين يقول لك هذا ما يديرش في مشاكل لكن لما يزوج لما يحتكب الناس تخرج الأخلاق تخرج الأخلاق حقيقة رأي تخرج أخلاق لم تكن متصورة من هذا الشخص الذي كان ساكت وبعض الناس عموما رأي يقول لك اللي ما يتكلمش بقلة ما يتكلمش في أي مجلس وديمة تقاهية يغلب عليه الصمت يقول لك الله يدار مسكين رجل طيب وكذا وهو أحيانا تجده حقدا يقطر أحيانا كبرا يقطر ذاك يقوله تحت السواهي من دواهي وهذه كلمة حقيقة رأي والله حقيقة أنا في حياتي تفاجعت من كثير من الناس والله ممكن يجلس مجالس ما يتكلم أبدا لكن لما تواتي الفرصة يخرج لك منه ما لا يخطر لك على بال سكت دهرا ونطاق الكفر وهؤلاء الناس اليوم مثلا على سبيل المثال بل لا يخلي منذكره الآن يسب الشيخ صادق على رؤوس الأشهاد ويقال فيه كل سوء وهو ما خرج عن نصوص الكتاب والسنر في كل ما نرى لا أريد أن أقول معصوم لكن في غالب ما يرى هو متقيد بكتاب هنا يأمره الله أن يقصو ويقول هذا يجب أن يقتل وهنا يأمره الله أن يلين هنا يأمره الله أن يقول عن هذا فاسد وعن هذا مرتشي وعن هذا سارق وعن هذا السياسي كذاب وعن هذا الإعلامي مجرم وعن هذا كذاب هذا أمره الله أن يقول هذا لأنه يأخذ نصوص ويطلقها في الناس هم يأتي من آل الغريان ولا يأتي من غريان ولا بنصوص من هناك ويوزحها على الناس لا هو عالم ويأخذ هذه النصوص ويوزحها ولذلك أشد الناس اتهاما حتى الأنبياء الأنبياء قتل بعضهم يحيى عليه السلام قتل لأنه خالف ما عليه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم التهم بأنه ساحر وكان ومجنون وكل أخلاق الرديئة التي في البشر أرموها وهو كذب وزور لماذا؟ لأنه خالف ما عليه الناس ولذلك اليوم أعوذي لقضية حسن الخلق حتى في الصف الإسلامي وهذه نقطة مهمة الآن من يقتر الردود ومن يقتر التصدي لبعض ما هو موجود من فساد في المجتمع يقول لك يا أخي دمتع مشاكل مخلحت مدار كذا هذا في الصف الإسلامي وربما يكونوا دعاة لأن المفهوم هذا المفهوم اللي كنت تتكلم عنه غايب ولذلك الآن والله بالمناسبة ستتكلم بصراحة اليوم كثير من الدعاة وكثير من الطلاب العلمي الكبار لا تجد في صفحته لا يزعل فلان ولا يتكلم على فلان ولا لي علاقة فلان مع أن ليبيا تموج تموج بالفساد فساد في أفكار هناك غلو وهناك إرجاء وهناك ضياع مبادي وهناك فساد أخلاقي وهناك سرقات وهناك بلاء مبين لا تجد الصفحة كلها يعني ترضي الجميع والسلام عليك الصفحة والخطبة والموعظة والأشياء كلها ترضي الجميع ما فيش مشكلة يعني أما الذي يتصدى لهذه الأشياء يقول لك هذا ما مخلي حد مشاكل يضرب هنا ويترد عليه هذا ويتكلم عليه هذا ويتكلم عليه هذا مديرين هذا اللي يرود هو اللي سيء الخلق هذا انتكاس المفاهيم هنا انتكاس المفاهيم هذه من أثر انتكاس المفاهيم احنا ارى قصد الذي يتصدى لله يستطيع ارى كل الناس اتاها ربي عقول يستطيع ان يرضي الجميع وان يتكلم بكلام لبق للجميع وان يكون عند الجميع مرضي لكن ليس هذا مراد الله رب بالدادة الذين اتاهم الله العلم والتجربة العلم والتجربة يعني انت الان لما تخوض تجربة وجربت يعني وعرفت ان هذا الطريق غلط وترى الشباب الآن زرافات وجماعات وافراد يسيرون في هذا الطريق وانت تنظر لهم ولا تنكر عليهم بربع كلمة لا في صفحتك ولا في كتبك ولا في اي شيء هذا سوء خلق هنا هنا سوء خلق رب سيحاسبك الله عليه انت مقصر انت لم تعمل بنصوص الكتاب والسنة التي امرتك الله بان تعمل بما تعلم هذا سوء خلق فالقضية فالقضية يعني للفساد للتصور الذي في اذهان الناس عن حسن الخلق يقول لك يا اخي اللي يتكلم عليه هذا ويرد عليه هذا وكذا دروا سوء اذا كان هكذا المنظور القرآن مليء بالردود كل القرآن عامة القرآن ردود وعامة العلماء الكبار الذين تعرفونهم ردود يرد على هذا ويرد عليه هذا ويصحح لهذا ويقول هذا والناس تعاديهم فهذا المفهوم على الاقل انشروا هذا المفهوم بين الناس طيب دكتورة على ذكر هذا الكلام هل هناك قيم اخلاقية كانت معروفة في السابق وهي غائبة الان في اوساط الناس والله انت ذكرتني بشي حادثة مهمة وجزاك الله خير على هذا السؤال دعني اذكر بعض القيم في السابق ثم آتي إلى هنا ابو طالب المشرك ابو طالب المشرك يعني له موقف يعني كل نفس بشرية تعتز بهذا الموقف حقيقة يعني موقف انه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات لم تمتد يد الى النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الافكارة واختلاف الاديان نعم اختلاف الاديان النبي صلى الله عليه وسلم هو امام التوحيد وهو سيد الانبياء والمرسلين وذاك امام من ايمة الكفر لكن ابت اخلاقه الجاهلية التي تربى عليها في بيئته ان يسلم ابن اخيه للكفار ولذلك لما لما قررت قريش مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم انحاز بنو طالب بنو عبد المطلب مسلموا مكافرهم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا عليه حلق وكان ابو طالب ينام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي بفرش احد ابنائه ابناء عبد المط ابناء ابو طالب فلما يهدأ الليل يغير هذا ويأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصليه مع اختلاف الأديان خفر اغتيالي هذه سميها ماشيت يعني اغاثة اللحفان حماية الضعيف خفر الجوار سميها ماشيت نحن عندنا مواطن اليوم او واحدة الحشال التي غابتنا عندنا مواطن اسمه نزيه الرقعي جاء الامريكان بانفسهم او عبر عملاء اخذوه من بين ظهرانين تو انت بعض الناس اللان يقول لك يا اخي استاهل ارهابي والله قاتل مع ان هذه الاشياء لم تتبت عليه الى ان مات لم تتبت عليها هذه الاشياء لكن لنسلم انه فعل خطأ ما قتل انسان ولا فعل كذا ابو طالب نقول لك اختلاف اديان اختلاف اديان هو يحمي فيه ويقول لك انت الاله اللي تعبد فيه هذا حجر لا ينفى ولا يضر هو يحمي فيه رأو يقول لك يا ابو طالب هذا الهبل رأو حجر لا يساوي شيء انس هذا لم يصل نزيه رحمه الله لم يصل الى درجة انه كافر ولا مشرك ولا يسب في الاهله هو عربي ومسلم وليبي وعايش معنا وتربى وولد هنا ومع هذا يأتي الامريكان ويأخذوه من بين ظهرانين ويمشي ولا يتماعر في نوع هذه القيمة ذهبت هذه اهانة بالغة في كل الليبيين اهانة بالغة في كل الليبيين رأى مسلم مش مسلم صلي ما تصليش عربي امازيغي تركي اللي هو مدامك ليبي ولا وعايش في الليبي هذه اهانة فيك انت يقدر يعييرك اي واحد تاني يقول لك انت الامريكان اهانوك واخده منكم واحد وانتو تنظرون لا تحدثني بعد ذلك عن الشجاعة والفروسية متاعك ولا شيء هذي خلي على الجن هذه ليش هذا مضى نزيه قد يتكرر نزيه اخر تخرر نزيه ثالث ورابع فاحنا يجب ان يكون بيننا ولذلك هذه حتى قضية يجب ان تدون حتى في الدستور ان المواطن الليبي يحاكم في ليبيا وهذه موجودة في دستير اخرى المواطن الليبي اذا اقترف خطيئة او اثم انا ذكرت هذا حتى في صفحتي احد المارينز شرب خمرا في ايطاليا وخرج من القاعدة الامريكية في ايطاليا وصار يعيد في الارض فسادا عجزت الشرطة الايطالية انتمسه الى ان جاءت فرقة من الكوماندز الامريكان واخذوه ودخلوه للقاعدة فنحن ما نريد ان يقتل الليبيون في الخارج ونحموهم لا لا هذا لكن الليبي يحاكم في ليبيا فاذا تبت انه متورط في شيء عند ذلك تسلم الليبيا وهي راضي وهي احني السلطات الليبيا هذا شخص مدهر وقاتل في جهة ما وفتضل خدود اما انتأتي من وراءنا غض وراء اي واحد باي حج انت اليوم تقول عليه الرهابي نقول وانت مازيغي وانت عربي وانت جنوبي وانت شرقاوي وانت غرباوي وانت ترابلسي وانت مش باي حج ويبدو يلقط فينا واحد الواخر ولا قيمة لنا طيب دكتور كيف ترى الحلول ناجعة على اثمت الاخلاق مازال شي مهم قضية الوفاء نعم قضية الوفاء فضل الناس اليوم تحسن الى احدهم دهرا طويلا تدير معها خطيط يحلق الحسنات هذيك كلها تمشي يذهبان متورا لعله يذكر قصة شيئا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يوم يوزع في دب حشات وكان يوزحها في صويح بات خديجة خديجة التي ماتت هو متزوج جلال عائشة وكذا فطرقت او استأدنت هالة اخت خديجة فلما سمع استئدان استئدان خديجة رق لخديجة تذكر خديجة فرق لها فلما رأت عائشة هذا الموقف انظر الان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته الان ميتة مش موجودة بق نعم فلما رأت عائشة هذا الموقف من رقة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة التي تذكرها باختها نعم فغضبت وغارت فقالت قالت والله ما اراها الا عجوز قد أبد resurrection الله خيرا منها نالت من خديجة قالت انظر الوفاء قال لا والله يا عائشة لم يبدناني الله خيرا منها معانها ميتة رضي الله عنها وارضا متزوج بغيرها وفاعلها قال لا والله لم يبدناني الله بخيرا منها فهي التي اوتني بمالها وكذا ورزقني الله منها الولد وصار يعدد واحد معانا خديجة غير موجود هذا الخلق يكاد يكون معدوم اليوم اليوم الان صديقك الآن ممكن تربيت فيه معها الصبا وعشت معاه وتربيت معاه كل شيء يجد حاجة تانية ممكن يرميك وممكن حتى يتكلم فيك بكل صورة ويتنكر لكل صداقتك طيب السؤال كيف ترى الحلول الناجعة لهذه الأزمة الأخلقية في الحقيقة نحن نعيش أزمة أخلقية كما ذكرت قبل قليل ذكرت مظاهر من هذه الأزمة الأخلقية كيف ترى الحلول الناجعة لهذه الأزمة الأخلقية طبعا إذا كنا نتكلم الوقت خلاص نعم وعندي أسئلة كثيرة نعم إذا كنا نتكلم عن رفع مستوى الأخلاق في ليبيا كلها فهذا يحتاج إلى برامج مكثفة وحلول طويلة المدى وقصيرة المدى وندوات ووزارات تشتغل فهذا مشروع كبير لكن دعنا نتكلم بما هو مقدور عليه يعني الآن حتى الدولة هي غير موجودة أصلا وكثير من الناس يعاتبني ولي كيف الدولة غير موجودة أنا لا أراها لأنها لم تجيز شيئا فأنا أتمنى أن تتحرك الكلام هذا مش ضدها هذا كلام معها نريدها أن تتحرك لأنها لم تجيز شيئا إلى هذه اللحظة على الأقل فيما أعلم أول شيء أول شيء أن حسن الخلق أمر مكتسب يعني أنت قد تكون الآن غير قادر على أن تصلي الفجر في جماعة وهذا مر به كثير من الشبابرة لكن أنت حينما تستعين بالله وتدرب نفسك تصبح فيك سجية يوم ما تصليش في الفجر في الجماعة تشعر بضيق وقس على هذا كل شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر ويصبره الله ففي أخلاق اكتسبها الإنسان وكثير مننا لو راجع حياته يجد فيه أشياء بعض الناس الآن يتكلم يقول له أنا يا أخي والله ما نقدر هذا طبعي مش طبعك هو كان طبعك ما عاش تغير شيء عمر رضي الله عنه كان مشركا يعبده وثنا لما تغيرت فيه كل شيء عمره من حسن الخلق وأثار حسن الخلق أبو بكر ذكرتني ونأكد القضية هذه بنولي له أبو بكر الصديق الأسيف لما ارتدت ناس ويصلهما الناس قال والله لا أقاتلنهم هذا حسن الخلق قتال الآن بالدم بسين هذا أبو بكر تو كان دقالها واحد اليوم يقول شيء القتال أبو بكر لما ارتد المرتدين قال والله لا أقاتلنهم وقاتلهم حتى رجعهم بالسيف إلى الإسلام عمر رضي الله عنه عمر دات مرة اندخل عليه أحد الناس أنا أحكي لك على أنه كيف الإنسان يعود عمر الفاروق يعني فقال في مجلس عمر في البخاري هذه في مجلس عمر قال والله قام أحد الناس من الأعراب يعني قال أنك لا تعدل وأنك كذا وأنك كذا فهم به عمر طبيعة عمر أنه بيغضب غضب وهم أن يضربه فقال أحد الحاضرين قال يا عمر إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعلم عن الجاهلين وإن هذا لم ين الجاهلين فوقف عمر يقول الراوي يقول فوقف عمر ولم يتجاوز هقط وكان وقافا عند كتاب الله سبحان الله فشاهد أن عمر راوي يغضب وتعرف غضب عمر مع هذا وقفته الآية فأنت لما تتجسد هذه المعاني تتغير أخلاقك ما دور في نظرك ما دور العلماء وطلاب العلم في هذا المجال في الرقيب أخلاق الناس هو أول دور ينبغي أن يقوم به طلاب العلم هم أن يتجسد القرآن في أنفسهم العلماء وطلاب العلم والوعاب أن يتجسدوا القرآن في أنفسهم أن يقروا كتاب الله ويأخذوا هذه الآيات والأحديث يجسدوها في أنفسهم تصبح مثلا في أنفسهم حتى يقتدي بهم الآخرين فلما نقول الآن على سبيل المثال لما نقول يجب أن لا تغضب إلا للحق فيجب أن يراك العلماء هكذا العلماء يجب أن يجسدوها حتى نقتدي بهم نحن حتى نقتدي بهم يعني لما نقول مثلا تبسمك فاجئك يجب أن نراها في العلماء أولا لنرى عالما أو طالب علم مقفهر الوجه ومغضب وعبوس لا ينبغي أن يكون فهكذا نأخذ النصوص ونطبقها العلماء يجب أن يقودوا الناس ولذلك دائما نقول أنا أكرر العلماء هم القادرة ليس غيرهم ليس الحكام ولا غيرهم العلماء هم القادرة الذين يقودون البشرية كلها ليس المسلمين فقط البشرية كلهم العلماء ليش لأنهم أقربوا الناس إلى النور والوحي طيب ما دور الإعلام هذا إذا وجد إعلام يريد فعلا الرقي بحسن الخلق هو دوره عظيم يعني الذين أقوله الآن أنا قد أقوله أمامك أنت فالإعلام ينقله إلى العالم كله فدور الإعلام إذا كانت له رسالة هادفة وخضع إلى منظومة الأخلاق الموجودة في الكتاب والسنة يستطيع بالإعلام نغير الشيء الكثير نغير الشيء الكثير لكن في نقطة مهمة بكري أنت ذكرت لي كيف الأسباب العالي أذكرها سريعا أول شيء لتحسين حصن الخلق يجب أن نعرف حقيقة ما معنى حصن الخلق ويجب أن لا نأخذ لا نظاهي نحن اليهود والنصارى في التبسم وفي لطف المعاملة وفي التريت وفي هذه القضايا لا نظاهي أنت عشت وقد درست هناك وقد درست نطفا للغاية لكن هؤلاء في الدرك الأسفل من الناس هؤلاء حطب جهنم عند الله بالميزان الشرعي فيجب أن لا نقضي نقول نعم هذا مطلوب في ديننا لكن ليس هذا حصن الخلق ليس هذا كل حصن الخلق هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو مهم جدا إذا أردنا نعرف أن نحسن أخلاقنا أن نبتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وببكر وعمر فلمتل فلمتل وصير الأولين هذا هم حصن الخلق الذين جسدوا الأمر الثالث وهو مهم جدا إذا أردنا أن نرفع من مستوى الأخلاق ونقضي على سوء الأخلاق المجتمع نفسه يجب أن يحتفل بهؤلاء يعني أنت الآن لما تجد إنسان أمين يجب أن يشار له بالبناء في المجتمع يقول هذا شخص أمين هذه مختفية في المجتمع تجد الكاذب ويقل له الرجل الفاضل وهو فيه الصفات كلها السيئة فيجب على الكاذب والسارخ والغادر وهؤلاء أن يقصيهم المجتمع أن لا يزوجهم أن لا يدنيهم في المجالس أن يريهم أنفسهم حقيقة أما أن تجد كاذب والسارخ والمرتشي والصفات السيئة كلها في إنسان وتجده يتقدم الصفوف يتكلم في المجالس ويحتفل به المجتمع لأن المجتمع لا يرى أن في هذه القضايا سوء خلق لأسف دكتور دا همنا الوقت لا يسعني إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر نصلاح لرزقنا حسن الخلق كما أشكر كل من قام بتنفيذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة من المصورين ومخرج ومنتج وغيرهم كما أشكركم أيها الإخوة المشاهدون على حسن متابعتكم وأذكركم بموعيد إعادة بث هذه الحلقة ستكون الليلة الساعة الثانية عشر والساعة الثالثة صباحا والساعة الثانية ظهرا من ظهر غد الثلاثاء وحتى ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع قضية أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة